أقول لك الفساد الفساد هو أكبر مشكلة ممكن توقع البلد دي والحمد لله مش هتقع ولن تقع في دراسة قارتها عملتها منظمة الشفافية الدولية عن الفساد في دول الوطن العربي اختارت تسع دول من بينهم مصر وكانت بتسأل الناس عن الرشوة تحديدا بتدفعه رشاوي ولا لا الدراسة تسع دول طلعت النتيجة ان كل المواطنين في التسع دول أجمعوا على ان الفساد في البلدان التسعة اللي من بينهم مصر الفساد زاد فيهم بعد ثورات الربيع العربي تخيل الفساد في زيادة 61% من العينة قالوا الفساد في زيادة عايز اقول لك ان 45% من العينة في التسع دول اجمعوا ان الفساد موجود عند المسؤولين وعند البرلمانيين العينة دي مواطنين عاديين يعني نزلوا قبلهم في التسع دول وبيسألوا مأسئلة عادية فاش اي مشكلة اكتر تلت دول فساد في الوطن العربي حسب الدراسة اللي عملتها منظمة شفافية الدولية اليمن لبنان مصر رابع دولة السودان 50% من المصريين بيدفعوا رشاوي حسب الدراسة عشان يخلصوا مصالحه خلي بالك انا افتح الفقرة دي لحضراتكم على الهوى عايز اصبع صوتكم وسؤالي ليك مباشرة وعايزك تدخل بعد دقيقتين ثلاثة تقولي هل انت بتدفع رشاوي علشان تخلص مصالحك ترجمة نانسي قنقر